برنامج النشان معنا ومضمون كنز التراث اللي نعزه ونغلي في ساعته نبذه عن الماضي تكون ودروسه عن نشوة فخرنا وطاري يحكي عن أيام المواقف والحصون ومجاد تاريخ اللوايل وماضي يحكي عن أيام المواقف والحصون ومجاد تاريخ اللوايل وماضي هذا هو النشان نادر ومخزون العز وسلوم العرب والفخر فيه برنامج النشان معنا ومضمون كنز التراث اللي نعزه ونغلي برنامج النشان معنا ومضمون كنز التراث اللي نعزه ونغلي في ساعته نبذه عن الماضي تكون ودروسه عن نشوة فخرنا وطاري يحكي عن أيام المواقف والحصون ومجاد تاريخ اللوايل وماضي يحكي عن أيام المواقف والحصون ومجاد تاريخ اللوايل وماضي هذا هو النشان نادر ومخزون العز وسلوم العرب والفخر فيه برنامج النشان معنا ومضمون كنز التراث اللي نعزه ونغلي ترجمة نانسي قنقر 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 دار الهوى شامي يا ابو عبد الله سريارنا سافر وتوكل بالله دار الهوى شامي يا ابو عبد الله سريارنا سافر وتوكل بالله دار الهوى شامي يا ابو عبد الله سريارنا سافر وتوكل بالله دار الهوى شامي يا ابو عبد الله سريارنا سافر وتوكل بالله مشاهدينا في كل مكان مساكم الله بالخير والنور والسرور وكلسي الامور وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج النشان اللي طل على حضراتكم يوميا في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت دولة الاموران حفاظ الله من كل شر وطبعا نحن اكيد يعني والله بدينا نزعل لان خلاص رمضان خلاص يعني تملنا ايام اليوم 22 رمضان وللأسف ما بنشوف الناس هذه ولا بنشوفونا مساء الخير يا عاشة مساء النور يا حمد مساء الخير مشاهدينا ولقائدي دي جمعنا مشاهدينا عبر التراثة عبر الأصالة عبر الكلمة التراثية اللي بترافقنا طوال شهر رمضان المبارك وايام عيد الفترة السعيد ونذكركم مشاهدينا بأرقام التواصل اللي بتظهر الحين أسفل الشاشة سواء التفاعل معنا عبر البرنامج طبعا الفوز بجوائزنا القيمة أو حتى التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في منها مسابقات مهمة منها مسابقة إسحفان الحين أحمد بيضحك على مسابقة إسحفان لا لا دكري دكري خلاص ونذكر مشاهدينا بمسابقة إسحفان آخر العاشة لأوخر ما برمسكنا ما بقول إسحفان خلاص بعد كم من يوم حبطها أنا المسابقة هي مسابقة يومية كل يوم بنعرض لكم مقطع من مسلسل إسحفان بعد هذا المقطع بنذكركم عن مفردة باللهجة العامية أو اللهجة المحلية شو معناتها؟ طبعا نستقبل الأجوبة على طريق إرسال البريد الإلكتروني سواء كان بالمؤسسة أو حتى بالبرنامج وطبعا ثاني يوم بيتم السحب على ثلاث أسخاص كل شخص يفوز بألف درهم وطبعا هنودة الحين يارسة هنودة وعزة ورن طيبة نحن بنشوف المقطع وبرد إن شاء الله نسحب على ثلاث فائزين بثلاث آلاف درهم وكلوا على الله ذبيحة ما أبعضينا ما أبعضينا؟ نحن كيف ما أبعضينا؟ هارد ذبيحة ببزة الذبيحة كم ما شيء؟ بمي وخمس ربي ممتين ربي حتى لو بألف أشترها عجيب والله ما أشتريها شعر أي منت؟ سمعي يا محارب إذا أنا عندي فليسات شوي لها تحطين عيش عليهم وتيرسين عندك فلوس وشتر وشتر إذا أنا عندي فلوس هذي بو يضخير حكم وهذي الدنيا وحاجات الدنيا وايد والإنسان يسوي له ضخر حقه وحق بيته وحقه حله وعياله وما سمعتي أنت رأي على المثال شقال؟ 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 يقول يا ما بني بيت الثقة قبل الشقة ولا على الشطات ما وحاله هاي بس صبي هديك اللي قالها المثال ما قاله على البخلاء قاله على ناس غير ثانين لكنكم دونكم البخلاء متو تأخذون لترام لكم إذن كان طبعاً البيت الشعر أو الشاعر رحمة الله عليه سلطان الشاعر يقول لي ما بنى بيت الثقة قبل الشقة ولا على الشطات ما وحالها طبعاً نحن نبغي المعنى المعنى الخاص بالكوم؟ باختصار للبيت يعني اللي ما يسوي حسابه للزمن يتبه دل واحد يسوي مورة قبل لطيح الفاس في الرأس هذا معنى للبيت بناقض طبعاً بنعلن عن الثلاث فائزين ليش تريوني خلاصاً أنتم بابدوا بنعلن عن الثلاث فائزين ثلاث آلاف درهم ومذيعات البرنامج والله تشام بتسوون فينا خير السنة الياية هنودة وعزة ماما السنة الياية أنا وعوشي في رمضان خلاص فأنا نيدس خلاص أنا أقبل فطورة بنشر أربعة واير ما عارف عنه السنة وهم يقدمون بلالنها؟ خلاص عرفتوا كل الفقرات صح؟ لمبدعات ما شاء الله عرفت الفقرات صح؟ هنو سوية ضيفة دردو شنوية ولا سئلة وتعرفوا للمسابقة السلام عليكم ورحمة الله في فائزين هي معانا؟ ألف مبروك آمنة محمد مطر آمنة محمد مطر من وين آمنة؟ ممكتوب ممكتوب ألف مبروك لآمنة محمد مطر طبعاً آمنة فازت معانا بألف درهم الرجاء تواصل مع قسم الأتاج في المؤسسة للسلام الجائزة من وين آمنة؟ ممكتوب رجاء لو يكتبون نعرفة من أي هذا ألف مبروك للفائزة ريم عبدالفتاح فوزي من راس الخيمة ريم عبدالفتاح فوزي من راس الخيمة اعطيه خلق ألف مبروك لريم عبدالفتاح فوزي من راس الخيمة مبروك يا ريم أيضاً فست معانا بألف درهم والفايزة كلهم بنات اليوم والبرحة بعد؟ بنتين البرحة كانوا وولد لا ياسمين عصام محمد ياسمين عصام محمد من دبي من دبي زين أعطيها لو خلت أعلن عنها ياسمين عصام محمد من دبي الفائزة الثانية ريم عبد الفتاح فوزي من رأس الخيمة الفائزة الثالثة آمنة محمد مطر أيضاً بس مبكتوب هذه آمنة من وين أرجاء التواصل مع قسم الإنتاج في المؤسسة وطبعاً الإخوان هنا ما بيقسرون زين إذن ثلاث فائزين مرة أخرى والمرة الأخيرة ياسمين عصام محمد من دبي ريم عبد الفتاح فوزي من رأس خيمة آمنة محمد مطر والله ما أدري أبدالت وين هذه؟ لا الله ما علي بعدين ألف مبروك لهم ويتواصلون مع قسم الإنتاج وبروح فاصل وبرد على طول ناخد مكالمات وكر على الله ما بغيتم له هذا الكوزين اللي معقدتنك حياكم الله من جديد متواصلين وياكم بناخذ أول اتصال إيمان من عجمان يا إيمان مرحبا إيمان مرحبتين سامعينكم السلام رحمة الله السلام عليكم الحمد لله خير من وين من عجمان؟ لازم يعرف أنا من وين لازم من مشارك طيب تعرفين في الأمثال ولا ما تعرفين؟ أم يعني حدوياتك ولا روحتك؟ أهي حدوياتك أم نوياتك؟ أختوي سلمي عليها وسئليها أختتي أكبر عنتو ولا صغر عنتو؟ أكبر عني تحقيق ما بسؤال زيد المثل الشعبي يقول الثوب ما ينشق بين عاقل عطة ثلاثين ثانية محمد عكسر عاقل ها؟ عاقل ما ينون أكيد؟ أكيد ما أدري أحس النبرة مش متأكدة يعني لا متأكدين 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 خلنا خسرت يا بنت الحلال لا يا بنت الحلال لأنا قلت أنا مقهور من الجائزة فأبا خسرتش يعني وهذه الجائزة ما تطيح اللعن بأحمد تستاهلت تستاهلت سمعي يا عزي كونسول ودي أموت وعرش الكنسول شو كونسول؟ النفس المنظرة أحمد والله تحرى فاني لنا زين كونسول وش اسمه ومرأة بقيمة 4750 درام من حذائف المفروشات يعني مثلا وهذه الجائزة اللي دايما القاهرة أحمد يعني مثلا يعني إذا وقفت جدام لمرأي ما بشوف عمري أحمد مادد بشوف عمري علي بادعام عارسوا كيف؟ زين ونأخذ نتصار ثاري ونقول ألو 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 مرحبا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أمنوا معاي؟ مريم مريم من الشارجة أشحالة مريم؟ الحمد لله ربي أفضل أخبارك؟ والله الحمد لله تمام مستعدة مريم؟ نعم مستعدة؟ إن شاء الله إن شاء الله الشخص المسؤول عن جر الغواص إلى الأعلى بعد انتهاء عملية الغوص شو يسمونه؟ بيختيارات؟ جرار سيب نتشال شو قلت؟ نتشار جرار ونجار؟ نجار نجار جرار سيب ونجار السيب سيب؟ هي متأكدة؟ إن شاء الله ألف مبروك بس معاي قسيمة مشكريات بقيمة 500 درهم من 2XL زائد مجموعة عطور من النبيل للعطور زائد 500 درهم مقدر ألف مبروك كيف؟ بيضاربهم محمد لا، لا أدري أعطنا التصال يا محمد مرحب يا مهة مرحبتين مرحب أبوية، شيف حالت يا مهة؟ الحمدلله، شفظاكم الله يسلمت يا مهة؟ هلا صح صحي؟ صح صحة أكيد هاي شربتك هوا أو لم شربتك؟ لا لا، ما شربت ليش؟ حد فرمضان ما شربتك؟ لا شربتك هوا مول؟ لا طيب، فمتو شربت فمتو؟ لا لا مول، شربت أيها؟ شوف أطرتي؟ لبن تمام، خلت على اللبن، زين بما أننا نحن نتكلم عن الأكل يعني زين الطعام، الأكل يوم يكون ملحة ناقص أو خفيف شو نسميه؟ شو نقول عليه؟ عطي يا محمد ثلاثين ثانية خيارات، عطوني نعطيك خيارات، هل يسمونا؟ حلو، مالح، تهم، تهم، مالح حلو تهم تهم، متأكدة؟ تسعلينا أنا أسأل، تسعليني؟ لا لا متأكدة أكيد أمية في الأمية إن شاء الله الشباب يقولوني شكلاً ما بمتأكدة تستاهلين، تستاهلين، تستاهلين قاسيمة الشراب قيمة خمسينة درهم من نبيل العطور و ألف درهم نقبة الظاهر مها اليوم المزاج والله هم ولنأخذ التصال ثاني ونقول ألف طبعاً، احنا نقول تهم وحد يقول ملق حد يقول عليه ملق أو تهم نعم، ونأخذ التصال ثاني ونقول ألو ألو السمعيك عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله ورحمة الله كيف حال؟ الحمد لله، طب حالة، تمنوا معاي حالك؟ الحمد لله، كالثوم كالثوم، من وقت كلمينه كالثوم؟ من العين من العين دار الزين من العين، كالثوم، السكافي صانع الأحذية والنعل عزكم الله يقول اللي يقوم أيضاً بإصلاحها وترقيعها شو يسمونه؟ عطيه اختيارات عطيه اختيارات حطاب، نجار، شمار ما بحطاب؟ حطاب، لا دعش الشه صح حطاب ولا نجار ولا شمار؟ 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 متأكدة؟ موعد، سأري وصف؟ كيف؟ موعد، سأري وصف؟ ثبتي، 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 كوني قدها لا، وقت فلي صحيح، شمار، ألف مبروك، بسي معنا بقسيمة مستريات بقيمة خمس بيت درهم من جمعية الشارقة التعاونية زائد ألف درهم نقداً، مبروك زين، منوه إيانا السلام عليكم يا سيد أحمد عليكم السلام يا محمد الله يكرمك، ربنا أخيراً لحنقرب لرمضان ما يعطي يا ربنا يسهل، إزاك يا محمد؟ الحمد لله جسير والله، أتكلمنا من فيه؟ أنا بأتكلم حضراك من المنصورة من المنصورة، أكدع ناس الله يخليك يا رب، وأخبرك من قبل الشهر، والحمد لله إن ربنا أكثر الأمور ربنا يسهل، إنت حاول كمان مرتين وحت تربح معنا غسالة يا محمد نحن نربح بس أي حاجة معكم خلاص لازم تسأل سهل أخبار المنجة بتسأل عليك، إزاك أستاذ عايشة الحمد لله، طيب، حالك، إيش حالك محمد؟ بخير الحمد لله كم مرة حاولت تتصل محمد؟ نعم كم مرة حاولت تتصل؟ والله، والله من أول يوم في رمضان لغاية النهار تقريباً يعني، مئة مرة؟ مئة مرة؟ نحن نحن من كده بشير طيب، تمام، تمام، هذه يعني، خلاص، يعني حفظت الرقم قلناك الرقم على هو نا؟ سمع لقل الرقم يا محمد وفوزه؟ ستة على تابعة واحد ستمية خمسة خمسة واحد ستة واحد ستة حادي بيرد عليك، أم لا مشغول دع، ديك أدراب كثيرة ديكي، ما شاء الله يا خمد كثيرة نحن عندنا عشرين خط، وعندنا يعني الحمد لله، بالعالمين ضغط على المكالمات، الله ملأك الحمد بقولك يا أبو حميد أمرني أخبار المنجا معاك إيه المنجا عاصة لسه شارب من قبل الفطار النهاردة شارب من فين شارب منك عالي لا لا إيه اسم الراجل اللي بيبيع المنجا عندكم اسمه إيه المنجا أه أولا مش حدي ببيع انت لمنجا بس يعني هو فكهاني يعني طيب فكهاني إحنا المنجا نفسها المنجا نفسها اللي قوة دي البذرة بنقول عليها إيه بنسميها إيه يالله أبو حميد نديك خيارات هل يسمونها صلامة هل يسمونها جوز هل يسمونها بذرة يالله شفت أنا معاك إزاي قدع يالله صلامة صلامة جوز بدرة أكد أكيد صلامة يلخوا إن شاء الله بإذن الله أبguل صلامة تلات مرات صوامة 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 الله ينعم النك عاسل ألب درهم ألب مبروك و petty cualست lebih صعيم یقبوش مبل بدرة ميالسو علي بقي يالله معانا فاصل مشاهدينا طبعنا نرجع لاستكمال واستكمال وستكمال حوارنا مع ضيوفنا اعطيكم علينا موسيقى 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 هذه لأي مدى أثر عليه أو على التراث المستورد أو الأشياء اللي نحن يتنا من برع سواء نحن نسعي نالها أو انهيت بحكم التبادل الثقافي والحضاري ما بينه ما بين الدول الثانية هو لا شك إن مجتمع الإمارات يعني بحكم الطفرة الاقتصادية اللي حدثت في هذا المجتمع نعم يعني أتت جنسيات مختلفة وهذه الجنسيات المختلفة اللي جتنا من مختلف مناطق العالم حتما لا بد أن تأتي بقيمها وعاداتها وتقاليدها وتراثها وبحكم أن الانفتاح هذا الكبير والشديد والمتغيرات الاقتصادية وانشدادنا نحن كذلك حتى أبناء الإمارات لكل هذا التغير اللي حدث في هذا المجتمع لا بد أن من الطبيعي نحن نتأثر بثقافات الوافدة بحكم أن الحجم السكاني أو النمو السكاني الذي نجم بسبب الهجرة لا بد أن نحن نتأثر بهذه الثقافات لكن هنا تستحضرني جملة قالها غاندي غاندي نعم المؤسس للهند حينما قال أنا لا أمانع من أن أنفتح على ثقافات الغرب ثقافات مهما كانت أو الرياحة التي تأتي من الخارج ولكن لن أسمح لهذه الثقافات أن تقتلع خيمتي الخيمة هنا رمز للثقافة وهكذا حافظت الهند على ثقافتها وعلى تراثتها وأستطاعت أن توظف هذا التراث في تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية هنا في دولة المرات مجتمع يملك من الثقافات ويملك من الجذور الثقافية علينا فقط أن نوظف هذه الثقافات لكي نحافظ على هويتنا نحافظ على نسيجنا الاجتماعي والثقافي ومن ثم أيضا نوظف كذلك هذا الموروث في إبراز الصورة الحضارية وفي حوار يعني في أشياء مشتركة بيننا وبين العالم حتى في في الألعاب في العدات والتقاليد بالرغم أن نحن لم نفتحين على العالم إعلاميا إلا أن لدينا من الثقافات والإبداع والابتكار يعني كل اللي نشوفها اليوم هنا في هذه الساحة من مشاهدات نجدها أن من إبداعات وابتكارات تتناسب طبيعتنا وقيمنا وفي نفس الوقت أيضا إمكانياتنا البسيطة استطعنا أن نصنع منها وهذا الدليل على عمق وتجذر الثقافة في مجتمع الإمارات كبقية الشعوب الأرض يعني نعم يعني لو بنتحدث يمكن عاشي يمكن تشاركني للكلام أن بفعل السفر وبفعل القوافل التجارة هل في نظرك الدكتور أثرت ويد على عاداتنا وتقاليدنا يعني هل اقتربت من خيمتنا على مثل ما قال الراحل الغاندي هل اقتربت منه نعم أثرت بشكل كبير ولذلك يعني نحن دائما نحن كباحثين اجتماعيين أو اقتصاديين حتى بثقافتنا الاقتصاديين حاول أن نحافظ على مكنونات هذا المجتمع لأن الخط الأول للدفاع عن هويتنا الثقافة والثقافة كوعاء كامل ووعاء كبير يحمل ويتضمن أيضا الموروث الشعبي وعناصر الموروث الشعبي لو بد أن نعرف العالم بأن الإمارات ليست عبارة عن طفرة نفطية ونفط ومخزون نفطي واحتياطي نفطي ويتعامل أو يتعاطى العالم معنا من هذا المنطلق أن نحن أسواق تجارية وسوق استهلاكية ونحن نتشدق بالسلع التي تأتينا من الشرق والغرب وإنما لدينا من الثقافات يعني أنا لو أفيدك بس في يوم ما صدر لي كتاب عن الألعاب الشعبية نعم وصدفة هكذا كنت في أبوظبي التقيت بالسفير الياباني فشاف كتاب الألعاب الشعبية كمان فانشد لي لهذا الكتاب قال هل ممكن أنا أطلع عليه أو تهديني نسخة فأعطيته نسخة من الكتاب طبعاً الكتاب يحمل صور هو ما يستطيع أن يقرأ مفرداتنا التراثية ولكن هذا الكتاب نعم ولكن هذا الكتاب حمل مضامين قال أن هناك في سمات مشتركة بيننا نحن كيابانيين وبينكم أنتم من ناحية الألعاب يعني الألعاب وهي في جزئية بسيطة يعني في جزئية بسيطة من موروثنا الشعبي وجد أن هذه الألعاب الشعبية الموجودة عندنا بعض الألعاب الشعبية الموجودة عندنا هي موجودة في اليابان هذا دليل ولي منها شو الألعاب الموجودة أيضاً في اليابان هو عمل تخيري أنه عمل دعاني لبيته ودع على عشاء شو سوها ها دعاك لبيته دعاني على بيته لأنه مشدود لهذا الكتاب وعمل معرض مشترك مع المجمع السقافي في بوضبي في ذاك الوقت وجاء بالألعاب الشعبية الموجودة عنده في اليابان والألعاب الشعبية حينما شاهدت من خلال أحد القنوات الفضائية تيلي ماتش الألعاب الألمانية والحصن اليابانية وجدت أن هناك أيضاً في حوار مشترك بيننا وبينهم أنه في بعض الألعاب الشعبية الموجودة في الإسكيمو موجودة عندنا واللي هي هذه الموجودة في الإسكيمو؟ شو هي الألعاب الموجودة؟ في بعض الألعاب الحقيقة أنا ما تستحضني الذاكرة الآن لكن من خلال هذا الكتاب أريد أن أركز على السماعات العالمية لألعابنا الشعبية أننا نحن مثل ما أشرت بأننا بالرغم من أننا غير منفتحين علامياً لما كانت عندنا قنوات فضائية ولا صحافة ولا أي وسائل من وسائل الاتصال مع العالم إلا أن الإبداعات التي تؤكد على ابتكار أبن الإمارات أن نستطيع أن يبتكر ألعاب تتناسب طبيعته وفي نفس الوقت هي ألعاب مثل لعبة الهوكي هي عالمية ولكن نحن نسميها لعبة كرة السيطان حتى كانت اللعبة ما كانت عندنا الكرة موجودة بالمعنى الكرة إنما كنا نأتي بقطعة خشب ونلفها بقطعة قماش بحيث أن تكون قابلة للارتداد أما وسيلة الدفعية عبارة عن إنسمي القافود وهاي عبارة عن من أقصان الشجر للغاز الموجودة في عبدالله هذه حتى للغاز تنم على ذكاء ذكاء أبن الإمارات في أنه حاول أن يبتدع ذكية جدا وليدة اللحظة دكتور تكون دائما الغاز تكون وليدة اللحظة وليدة اللحظة وفيها ألعاب تعتمد على الرقم وفيها ألعاب تعتمد على المعنى وفي بعض الألغاز الشعبية الحل موجود في سياق المعنى ولكن هذا يدل على أنه مطلوب من المستقبل لهذا السؤال الفطنة والذكاء وسرعة البديهة كي يتعاطى ويتفر دكتور وين الألغاز الحين وين الألعاب الشعبية وين هذا كله والله أنا أشوف دائما للأسف أن البرامج الجميلة لذكرنا بماضينا اليوم أنا الآن لو أنا أجلس طوال شهر رمضان أستطيع أن أطلع بكتاب صحيح صحيح نحن نتمنى أن يكون في برنامج شراثي حين بواهق عاش برنامج شراثي طول السنة يعني يباني برنامج شراثي أن يكون فعلا طوال العام أو يعني مش فقط في شهر رمضان نعم نحن نستورد يعني حنشوف تلفزيوناتنا تقدم برامج مثل ما قلت لك تليماتش والحصن وماذاها نشوفها ومشاهدها بأسلوب مطور طبعا من قبل اليابان نعم صحيح ليش نحن نطور ألعابنا؟ ليش ما تكون هات في بعض الألعاب أنه ممكن نوصلها للأولمبياد يكون أنه أولمبياد ألعاب شعبية بطب ليست ألعاب شعبي حتى ممكن نوصلها للأولمبياد العالمية بحيث أنه في مثلا لعبة الهوكي مقتصرة على بعض الدول نعم باكستان وإستراليا وبعض الدول الموجودة التي تمارس هذه الألعاب لعبة في بعض الألعاب المقتصرة على دول معينة لماذا لا نحن كدول مستعاون أن نتفق على أن نظهر هذه الألعاب بحيث أن نبرز حضارتنا ونبرز ثقافتنا ونقدم مجتمعنا بأسلوب جميل ورائع نحن نتمنى حتى شباب إذا بس عندنا عقب التقرير إذا في مخرجنا محمد البحراني إذا عندك اتصالات نعطيهم الأسئلة بس خلينا نشوف التقرير مهل الغاز طبعا دكتور مستكملين حوارنا لكن عندنا تقرير بنشوف عن صناعة الإدعون مشاهدين خلنا نشوف هذا التقرير وبنرجع لكم بشغف وحنين يحمل رائحة الماضي وعبق أشجار النخيل يصنع الإمارة الدعون هذه الحرفة التي تغذي ذوق مستهلكيها وتميزه بالبساطة المستمدة من روح الطبيعة والبيئة تدخل في صناعة الدعون أدوات بسيطة مثل الجريد والحبال المصنوعة من ليف النخيل فتبلل الحبال والجريد لقربة يوم واحد يقوم بعدها ثلاثة رجال أو أكثر على حسب طول السعف بصف الجريد ورصه جيدا بالحبال وتدعى هذه العملية بالزفن أو الزفانة فيقال دعون مسفونة الدعان يتكون من خوص النخل ومن ليف النخل نخلب النخل نقص الخوص ومن ثم نخلب النخل نطلع الليف من النخل ومن ثم نقص الليف نميله نسوي حبال الخوص النخل اللي قصناه بعدما ويزناه وعدلناه طلعناه من الشوك رتبناه وخليناه بماء وزفناه صار دعان يذوع النخل اللي النخل اللي تموت قصوها سووها رائلة وسوها مد يحطوها حق المخازن يحط الدعون من فوق يحطوا الطين يخلطوا الطين مع التبن اللي يطلعوا من الشعير يوم يجوز السعين يخلطوه ويحطوه من فوق عساس يمنع الماء ينزل في المخزن ما زالت الدعون تشق طريقها وسط البنيان العمراني الهائل حاملة للعراقة والأصالة التاريخية لسكانها اماول 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 اشتركوا في القناة 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 نحن من اكسبو طالعين نحن عندنا سيارة نقل خارجي لللي يعرفة واللي ما يعرف سيارة نقل خارجي فيها يكون المخرج المعد الصوت الإضاءة كل حد يكون موجود وهم طبعا أساس العمل ونحن نشتغل وياهم هم الأساس أكيد امراهيم اشتركوا في القناة 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 الله المستعان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي اشتركوا في القناة سايق با سايق با سايق با سايق با سايق هاي قابل كنون هالشارد دريو اللولية اللوليين كلهم ضموهم سواك هاي في التربية عقوا بعد انتقلت للصيانة مسؤول قسم الصيانة بعد سنتين سويت مسؤول قسم الصيانة زي ينا التربية وغينا الفتشة منهم وغينا قال مون يقول نحن دريولية ما عناهم عشو ونحن مخاطبهم وما خلوا ناسي وتميت في التربية وهينا هاتي مع التلفزيون والكارت بعد عندي موجود دخول الخروج والتلفزيون هاي نعم 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 كمل وبس هاتي اسأل بتلتلفزيون ولا وبين زين على اطار الصيانة بابراهيم شاي كانت الصيانة يعني حين الصيانة توديها الوكالة وعندك مهندس صيانة وتبدل معرف الشو وقراجات هديتش الايام نعم كيف كنت تتسوين الصيانة ما شاء الوكالات عندنا نحنا الصيانتنا في القراج مكان نفس في المكان تشوفه قراجات من الباصات في القون واليمين ما الصيانة لكن شي قد تسوين السيرويس في اماكن للكهرباء على دولة السيرويس يسوين في اماكن للكهرباء وفي اماكن لتغيير الزيت ما الزيت وين هذا مثلا في في القراج في نفس القراج اللي يكون وين؟ في الناصرية الشارجة في الناصرية قبل في الناصرية قراج هي الناصرية وعقب انتقلنا سنة شرقان كان القراج الصيانة في الناصرية ما زالوا زين اللي يسوون الصيانة مثلا يعرفون؟ مواطنين زين شاي قاي عارفون مثلا هذي يعني مواطر مثلا توهى يا يديد مو ولو الشفر شفر كل الوقت والجيمس جيمس والمرسرس مرسرس والندروبر لندروبر ما عنا بي ام و او دي و باشي قايز داينا عحين وماشي وما تفتح البونية الزيق من ويرات ما ويرات ماشي كاربيتر فوت ودلك وتحت ودينا مسلش منه ودينا متشارش منه زين كيف كنتوا تستوردون القطع هذي يعني هذا الكلام قبل الاتحاد تقريبا بداية الاتحاد يعني في اول السبعينة قبل الاتحاد كان معارف كان؟ معارف المعارف المعارف ايه كان قراجم عند الحصن اه ايه القطع موات يبونهم؟ عند طريق الوكالات الوكالات ايه هم المؤسسة ايه والوزارة هم هم طلبيات اذا نحن بغينا السامان فاس كتبنا هي ورقة وطرش نالم يعني هذيك الايام اذا مثلا المتلفزيون الشارجة هذيك الايام لمودة الاو بي كان في اي سنة؟ بدات تلبزون متى؟ تلبزون متى يا شباب؟ خمسة وثمانين؟ تسعة وثمانين؟ نفس السنة في نفس السنة؟ وكان الدار بهالشكل؟ هالشكل الله المستحب نعم قبل ماشا يطالع منك يوم نحن قبل التربية الدينما تشارج لا بوي نبطل ونطلع الكويل من داخله نزيد ونطلع السيمات الأولية ونركب اليديد واير وندخل رواحكم نزيد والفحمات ماشي يبنا قطة سامي ومعجينا ها 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 وركبنا لبلكاتة حيني؟ لا الفحمات جي داخل دينما تشارج ها دينما تشارج ها دينما تشارج وسوينا مرة ودخلنا مرة ثانية وشغلنا واشتعل السيارة؟ دينما والحرارة؟ والبيتري والحرارة الحرارة لا يقص بالدينما الحرارة يقص في الهيت في الهيت في الواتر بمب باللاديتو بلستبيت منكم أبراهيم بس من آخر اتصال خليكم يعني عدنا اتصالي محمد مرحب أبويا السلام عليكم مرحبا مرحبا عبد العزيز حارو الله من وين تكلمنا؟ من الشابة من الشابة عبد العزيز شاطر في الأمثال في الغاز شاطر؟ في الغاز زعبني أعطيك لغز فنان عجيب من كتاب الدكتور الشامسي ما بيب من عندي شو رايك؟ ما مش كده؟ أصبر يا طويل عمر بندور لك شي فنان دور له ندور له بمحمد؟ دور له شي غاوي شي غاوي هنزين يقول لك يا طويل العمر نعم شي بعد العصر ما ينباع وأبويا وأبويا شي بعد العصر ما ينباع أقول لك بنعطيك ثلاثين ثاني وبنزيدك شوية بي عارف بسيطة هذا سهل أصبر إذا ابو إبراهيم جاوب عليه بتروح عليك الجائزة بنعطيها ابو إبراهيم شو هو ابو إبراهيم؟ بتروح علي الجائزة بعد حرام حرام زين أول سأله هو إذا ما جاوب؟ شي بعد العصر ما ينباع هي ها؟ بعد العصر ما ينباع ما عندكم هذا؟ خيارات؟ خيارات؟ لا الغاز ما نعطي فيها خيارات إن شاء الله محمد كم تملأ؟ المون يا عيني علئك؟ والله إنك زقرت والله إنك زقرت والله إنك زقرت قلب درم تستعر راح تعليم جايزة والله إنك منان راح تعليم جايزة أعطي التصال يا محمد مرحبا خميس مرحبا شهلة مرحبا أبويا شيف الحال؟ أيهاك الله حييك ويبجيك مشهلة يا مرحبا أبو شهلة الله يحليك ويا احبك على فضله وياك مارك الله فيك الله يسلم كبارة فيك نسألك نسألك في للغاز؟ خميس ولا؟ والله شو بقول لك هات اللي عندك هات اللي عندك بند أقول لك شي طيب لا 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 بجي شاطر هذا نعطيه شي طيب ببراهيم؟ ايه بند أقول لك شي سقر شوي بلعوزك هذا رفيجنا هذا ببراهيم بوي تعارفه؟ لا يشيه في حصاغ أسرين هيا بالعام؟ يقول لك الريالي عرفك تعارفني بس خميس رع الخان يقول له خميس رع الخان يقول لك خميس رع الخان يقول لك خميس رع الخان ديدك كيف الحال؟ الله خليك شارك شف بارك يا مرحبا أبو شهلة يا أخوك ما حد يشوفك هالأيام والله أنتم عيوة تشوفون بارك الله فيك إن شاء الله من تواجه بارك الله عندنا مياه لسنا بارك الله فيك خدنا الأجر نحن يا خميسات شفت ابو إبراهيم همي ها؟ الله يخليك يا مرحبا خميس بمنونت بمحمد بمحمد يقول لك شي يظهر من الماي وذا ياه الماي هلك النار بوي النار بارك الله فيك لا ركزوا إياه يا بمحمد شي يظهر من الماي وذا ياه الماي هلك سو لي اقتيارات قول لي اقتيارات هزرك ما برد ببراهيم هي عطا الملح النار الرمل بسيط ها بمحمد والله أنا عندي النار اقول لا الملح النار الشي قلنا الرمل ها؟ ها ركز ها؟ الملح النار الرمل الملح الملح بستاهل عال بدرهم بستاهل بستاهل صاحب ياه مرحب بستاهله مرحب الله يحييك يبديك مرحب مشكور ما الرابعك الريال؟ هي رفيجي أيام السراء ودو يا الله نعم تشتاقل الأيام إبراهيم؟ ما نتلاقى يا أخوك هذيك الأيام التي تخبرني عنها تشتاقلها؟ يالله بدك ترد؟ ياريد ياريد بس يوم واحد بس الله واكبر شو حالات هيوم تنزل القلم وهي؟ و تسوي شاهية يا السلام و لقواب من شنو؟ قواطي بالحليب لقواب؟ لقواب ومشي الحال ومشي الحال زل بطر ثمك يا ريال هذا لا لا مدق دق معفص معدل هيش قائل هي المعاون نقم تعباني معاون أزميك منعن عندك اتصالي يا محمد؟ مرحب يا أنس السلام عليكم مرحبا بويه كيف حالك كيف حالكم الله يا عافيك كبارة شيف اش حالك يا أنس الله الحمد لله الله يسلمك أنس ما ما تكلم من أبويه من الشارجين من الشارجين نعم زين نسألك في للغاز الله ألف درهم ألف درهم ها إن شاء الله إن شاء الله اللغز يقول طويل ولا له ضل طويل ولا له ضل يعني طويل وما له ضل نعم وعطه ثلاثين ثانية مخرجنا محمد البحراني طويل ولا له ضل ولا له ضل طويل ساعدني والله ما في خيارات زين هو ما بطويل طويلتي وما يخلص وما يخلص الطريق ها الطريق اتوكل على الله ألف درهم تستاهل هو الدرب أو الطريق يستاهل 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 بروح فاصل صغير وبرد إن شاء الله نكمل حديثنا إن شاء الله ويضيوفنا لك وكلوا على الله حضرة هي شباك صيد السمك تكون على شكل نصف دائرة تعلق بعيدان القصب المثبت في ضحباح ترجمة نانسي قنقر حياكم الله من جديد مشاهدينا وطبعا أنا باسمي وباسم لزميلتي أحب أن أرحب طبعا بضيوفنا هنا في في الستوديو سعارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام ورئيس مركز الشارقة للإعلامي وسعارة الدكتور خالد عمر المدفع مدير مؤسسة الشارقة للإعلام اللي شرفونا اليوم في الستوديو وشوية احنا شكناهم زغط أنا وعاشا وإننا أستوينا مؤدبين على الشارقة لا أدو ما أخذ راحتك أشوف ما أخذ كتاب الدكتور نجيب يالله اسمي أنا تحرع عمري وإننا فنان ما طالعا تسوالي تليفون ريال فنان عرفت لغز صيدر اه ايه زقرت ايه شوف بس للغاز صدق الدكتور وايذ ذكية ايه فيها ذكاء يعني انت لوي لست شوية هديت ومثل ما يقولون شوية يعني خدت اللغز جملة جملة أو كلمة كلمة بتحله بس يباله تركيز كيف جمعت هذه الألغاز دكتور في كتاب الله يكفو عليك دكتور بس من المعجم ما شاء الله كتاب كبير هي هي فنان هذا شوفي يا ما كنت في المدرسة كنت أجمع على الشياء هاي هواية يعني لما كنت صغير لا أجمع لنا يعني مثل ما سؤالكم أنتو الانفتاح وكذا خفت قلت أنا على أقل نحافظ على شغلاتها عندي عن الألغاز عن الأمثال وعن الألعاب وعن الهواياك الشعبي على طاري الانفتاح والألعاب اتكلمنا عن الألعاب الشعبية دكتور كيف ممكن الواحد يحافظ على هذه الألعاب الشعبية في ظل التطور اللي حاصل نقدر نقول صراع حاصل بين الجيل الحديث أو الألعاب الحديثة والألعاب القديمة كيف أن الواحد يعني يخلي هذه الأشياء أو الألعاب موجودة في ظل التطور الحاصل أو الموجود شوفي التطور لا يعني أن نحن نفصل عن ماضينا لأن التطور الحاضر يبنى على ماضي والمستقبل يبنى على هذا الحاضر فكلما كان الحاضر قوي نستطيع أن نستشف مستقبل أفضل فحينما نبني الحاضر على أسس مستمدة من جذورنا الثقافية والحضارية لا شك أنه يكون حاضرنا قوي كيف ممكن نوظف الموروظة بشكل عام والألعاب في كل سهولة ممكن أن ندخلها ضمن منهاج وزارة التربية والتعليم في رياض الأطفال في المدارس كأنشطة يعني تكون أنشطة شعبية أو ترافية نعم ندخلها ونفهم الأجيال يعني مثل الآن خلال الحلقات التي تقدمونها في هذا البرنامج نجد أن بعض الأطفال الآن يمانسون هذه الألعاب الشعبية مجرد أن تسقط عيني أنا على واحد منهم أو وحدة منهم يذكروني بالماضي بالماضي الجميل الرائع يعني بالعكس ما كان ماضينا يعني أحلم يظهرون شوي قالوا حر كلهم جابينها الإلكترونيات والآيباد وغير ولذلك شوف يعدنا نقص حتى في الحديد ما في 90% من أهل الإمارات عندهم نقص في الحديد في أهني في دولة الإمارات لأنه ما نتعرض للشمس ما نتعرض قبل من أيام الصيف ترى دوم طول الوقت في الحيضان أسبوح ونركض ونلعب في المزارع نعم صحيح أيام لشتها على البحر على السيفة في الحواري في المناطق يعني حتى العلاقات الإنسانية كانت علاقات جدا مهمة ولذلك يدت هذه الألعاب اللي تجسد أنا ما تناولت هذه الألعاب من منطلقنا مجرد ذكر اللعبة وشرحها وكيف يلعبونها إنما ركزت على الأبعاد التربوية والاجتماعية والسلوكية والثقافية اللي تساهمت في بناء الإنسان في تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع تربوية واجتماعية وتفقافية وغيرها نعم ولذلك إذا دخلنا هذه الألعاب ضمن منهاج وزارة التربية والتعليم ضمن رياض الأطفال خاصة أن أيضا القنوات الفضائية تهتم بهذا الجانب مثل ما أيضا شرف في بداية حديثه في الجزء الأولاني بأن ندخل هذه الألعاب ضمن الأولمبياد من حقنا يعني مثل ما بعض الدول حافظت على ألعابها وعلى هويتها وفرضت بعض ألعابها على العالم ككل إذن لماذا لا نقول لنا هويتنا ونقدم ألعابنا ولنقول للعالم بأننا لدينا ألعاب لدينا ألعاب التي تجسد قدرة الذكاء والابتكار إذا كان هذا العام عام للابتكار لماذا لا يكون العام القادم هو عام التراث التراث بكل مدلولاته بكل معطياته بكل مكوناته وتكون هذه الألعاب أيضا دليل داع وابتكار يعني نحن نشوف هذه الألعاب كيف تطورت اللعبة ما ظلت على نفس وضعيتها يعني مثل ما نشوف حين السيارة قبل عبارة عن كنا نير قلن قلن اللي عبارة عن قطعة صفيح من أو هذا اللي يسمونا البعير اللي هي الكربة كربة النخل أي الكرب لأن هذا دليل على تأثرنا نحن بالبيئة اللي حوالينا يعني نشوف البعير أمامنا أو الناقة وتأثرنا يبنى الكربة وحطينا عليها الإشداد أو الخرج هذا وربطناها بحبل وسحبناها وهي كربة هذا دليل على تأثرنا بالبيئة المجتمعية اللي حوالينا يعني البيئة الطبيعية لكل منطقة هالها بيئة يعني نشوف حين البيئة البدوية اللي هم ألعابهم البيئة الساحلية اللي هالعابهم البيئة الريفية اللي هالعابهم البيئة الجبلية اللي هم ألعابهم كل منطقة حسب تكوينه الثقافي حسب بيئتهم دكتور في هذا الكتاب راعيت أن كل منطقة أو كل إمارة في الدولة هي مختلفة فهذه الغاز موجودة في كل إمارة من إمارات الدولة؟ موجودة حتى الألعاب الشعبي ولكن تختلف بعض التسميات أحيانا بل أنا مرة أعطاني الدكتور يوسف عيداه بكتاب عن الألعاب الشعبية عن منطقة في وسط السودان لما طلعت على الكتاب أنا شديت أن هذه الألعاب موجودة عندنا في منطقة في السودان يرمسون نفس رامستمش نعم نعم هذا دليل على أن فيه سمات مشتركة بنا بنا أخذ التصال دكتور إن شاء الله تسمعنا التصالات ويانا أنت أنا والله إذا نعلم بنا الحين بنا لسبيكر هني من هنا عطنا التصال يا محمد أنا والله عيبتني للغاز مرحبا يا سارة السلام عليكم مرحبا يا سارة عليكم السلام شيف حالة يا سارة الحمد لله تمام من وين تكلمينه؟ من تبوك من تبوك يا أول مرة ينتصالوا من تبوك تعالي أنت في تبوك عندكم الجو براد لا؟ نعم كم درجة الحرارة عندكم الحينة؟ غوادي يعني؟ تقريبا أمطار يوميا أمطار يعني تقريبا درجة 15-16 لأننا هنا عندنا أربعة درجة الحرارة؟ لأ تحت الصفر زيني يا سارة تعرفين في الأمثال لما تعرفين؟ نعم زيني يقول لك يطلع من بطن أمه ويحج ظهره بوه عطا ثلاثين ثانية محمد مخرجنا الحبيب محمد البحراني قلت شو يعني؟ يجاوب على الغازك كل يوم عقب البرنامج؟ يعطيني جوايز من يروحي عود الكبريش؟ يا ويلي عليك وألف درهم تستاهلين والله أنت جاوبت 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 وناخذة تصالي ثاني من قول ألو ألو؟ حمدة؟ هيا حمدة اش حالة حمدة؟ حمد لله يسلم ما بأول مرة تشاركي معنا حمدة صح؟ لا أول مرة أول مرة؟ هيا أول مرة نستعد للفوز؟ هيا إن شاء الله يا الله زيز حمدة عقد بسيط يحيط بالرقبة وتتدلى منها وريقات ذهبية صغيرة ملونة تسمى ذواري شو يسمونها؟ عقد؟ المرتعشة؟ لا مش المرتعشة لا المنثورة المنشورة المرية المنثورة المنثورة هيا المنثورة متأكدة؟ إن شاء الله ألف مبروك ربحت معنا ألف درهم مبروك يا حمدة خد اتصالك يا حمدة الله في لغز عجيب 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 أسأل فاطمة مرحبا يا فاطمة السلام عليكم مرحبا بيكي في حالة الحمد لله في حالكم خير يا فاطمة من وين يا فاطمة تكلمين من وم أي مكان في الشارجة؟ من الشارجة من الشارجة من وين؟ من موافجة من وين؟ من موافجة ها تمام شرعة تسألش في للغاز؟ الغاز لا لأن اسألت شلغز بس اللغز لا تزعلين ترا في الآخر لا لا أنا مو بشاطرة في للغاز أبد قولي لها الله الله حتى الرياضيات محبت صاحب للغاز موجود لأني وبيغرش لأن اسألت شيء غير؟ أنا أدبية هي وأكيد على هوات أنت اللي طلبتي لا 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 باش نباشي شهل أنت اللي طلبتي أنا ما لا لا أنا خوف من أحمد خلاص عاي تسأليني لا ما يخصني إحلى شوفي أنا بقول لك نحنا كل يوم أنا وعاشا يعني كيف نتفق أنا أخذ العين والشارجة هي تاخذ مضابي والدبي فاليوم حظي على العين والشارجة زين أحمد يعني خلكتي شوي طيب عشر وآخر زين حاضر إن شاء الله بنسأل سؤال فنان زين إن شاء الله ابن أمي وبوية لكن ما بو خوية ابن أمي وبوية لكن ما بو خوية وعطها يا محمد ثلاثين ثانية شو هذا لغز ولا لا هذا ما بلغز شو رأيت انتي لغز ابن أمي وخوية لا ابن أمي وبوية لكن ما بو خوية خربطينا يا بند الحلال ابن أمي وبوية لكن ما بو خوية أنا أنا وعود بالله من كلمة أنا وروحي تستاهلين مجموعة عطور وألف درهم نقمة تستاهلح ليلى ومعنا ريحانة ونقول ألو مرحبا ريحانة ألو مرحبتين يا هنب ريحانة مساكم الله بالخير مساكم الله بالنور أخبارة ريحانة الله يسلمش ريحانة 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 نعم شو يسمون الحلق شغاب 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 لا لا شغاب شغاب ألو مبروك ربحت معنا ألف درهم بياري حانة شوفي هو شغاب يعني شوفي حد الشغاب هو الكواشي تكون هنا وشغاب يكون عادة يا محمد حط على ذني الله يرضى عليه الشغاب الشغاب يكون شوية فوق هني في المنطقة اللي فوق نعم هي يعني حبيتك ألو مفازة ألف لا حاول أولكم أتالى بالله عندك فاصل يا محمد طيب خذنا فاصل يا محمد وبرد إن شاء الله رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل وطبعا الحين في فقرة أو حرفة جدا جميلة طبعا الوالد المسعيد بتعلمكم كيف كان يساوون القحافي قبل مساء الله بالخير والده مسعيد عليك من السلام رحق الله ينفر أشحالت طبعا دايما أنت تعطينا المعلومات نقدر نقول مميزة والكافية والوافية اليوم طبعا بتكون عن القحافي أشوف ما شاء الله ألوان وشكال الوالده مسعيد هاي تكلمين الوالده عن القحافي هاي القحافي هاي يلبسوا الاسعاريين وغل إيد حق الإيد حق البنات والأولاد هذا للبنات والأولاد يلبسونه هاي في العيد بس في العيد يلبسونه يلبسوا البيب ناسبا بلا في الإيد أزيسيا هاي أكتش لأن المزرّاي هاي مزرّاي مزرّاي هاي أنزين القطع اللي تستخدمونها الوالده شو هي القطع؟ بلخوس هاي المزرّاي بلخوس هاي ما تحطون بطانة تحتها صح؟ أولا ما تحطون بطانة أولا ما يعرفون ما تحطون بطانة هاي 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 شو القطعة؟ القطع بلخوس هاي هاي بلخوس هاي وهاي القطعة الأصلية المزرّاي الأصلية هاي 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 مخيوطة عدخلات جاهزة يمكن؟ لا بعد إنه ما مركبة بعدكم ما ركبتوها هاي أنزين وهذي الكلوتي هذي شو الولده؟ الكلوتي هاي الكمي الكمي نحنا نسمي الكميناك ببلادنا هاي كل واحد منتغье منتغьеً يعني هاي نحنا عنديهم يسمونه الكلوتي هاي هاي مثل فروخة الصغيرة؟ يعني صغيرة هاي للبنات G share لالولاد والاصغير فار هاي البنات والأولاد اللي فيصون ايب هاي Regular هاي هاي كيف الوالدة؟ بعد نفس الشباة كلوتيهم يسمونه كلوتينا نحن هنا كل منطقة الشرقية نسمي لكم شاهدينه؟ طبعاً أشكال مختلفة من القحافي القديمة طبعاً نفسها اللي كانوا يستخدمونها للبنات والأولاد وبس في أيام العيد؟ لا بأيام العيد لهذه الصغار صغار يا مولودي هاي هذين الصغار هاي وفيهني حبل هاي في حبل لشان يربطون ماشي أقامة يعني هاي ماشي عقمة فيربطونها أنزلنا الوالدة خبرين الحين كيف تخيطين هذي القحفيرا ومشاهدين هاي أنا بيود الحين الميكروفون وانت خذ راحتك نشوف ديتش هذي 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 خيطناها نحنا حين يهذه ونركب الفروخة أنزل شوفي هاي الفروخة كيف جمعتوها كيف لميتوا هني القطعة الوالدة هاي هنا سوينا ليه مثل القصف الشريطة ودخلنا فيه الشريطة داخل وحظيناها لمينا هاي اللي شوي هاي هاي الأقامة أنزل هاي القحفية متى تسوينها الوالدة وكم تأخذ من الوقت؟ ماشي وقت تسوي أي وقت تسوي لو تسويين أشرا يا ابو انت يا لصياني ما تاخذ ليش وقت هاي هاي صغير هاي نصاها هاي نصاها هاي نزل هاي وهاي الفروخة و الفروخة كيف سويتيها هاي شارتنا هجازة؟ لا لا سويناها بالخيوط اللخيوط؟ هاي اللفها والخيوط اللمها ونسوي فروخة بألوان بعد أشوف؟ بألوان هاي عشان ألوان القطع يعني على ألوان القطع هاي وهاي هاي الكمل هاي مثلنا هاي أحين يهض مثل تكسافين هنا حلوة لحنا بنبن من البداية من البداية انزل انزل نتصفها من هنا ونغربها ها القد وشو نوع هذي القطع الوالدة؟ هاي بوزاري بعد بزراي مع الأول بزراي؟ هاي والخيوط أي خيط عادي؟ عادي أي خيط ماشي الخيوط أول ما مأيانة يعني أي خيط أخضار أحمر أسود يخيطوا فيه عادي؟ ما عندهم يعني ألوان القطع ألوان الهادراء وتلمينها؟ وتلمينها وتخيطينها نها الطريقة تلمينها حلو وتنصف صيدة هلا ما عليها تسوينا صيدة؟ هاي صيدة هاي ما تخيطون بمكاين ولا بس بخياطة يدوية؟ هاي بس خياطة يدوية هاي بس خياطة يدوية؟ ومن وين تيبون القطع الوالدة؟ قطع نيبها ولي يبونها من الهند يستخدموا هاي ثورجوا هاي المذراء يقول هاي وهاي القطع هاي الشربة هاي للحين ما زالك وجودة؟ موجودة موجودة هاي تخضينا هاي تخضينا هاي تخضينا هاي احتي هاي تخضينا وشو بعد تسوي نشوف ما شاء الله كنادير صغيرة هاي السبابيح سبابيح بعدين نتكلم عنهم بعد ما نخلص القحافي هاي وتلميهم الحين هاي 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 لميتيها هاي هاي والقطعة اللي كانت موجودة هني هاي هاي الحسب الخلقة هاي 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 لحسبها هاي شوفيه بدأة تتميهم ودخيطهي محين دخياطي المخياطة، يعني ما تقطعين الخيط صحح؟ لا لا اتكملين عليه؟ اتكملين علي انا طوب لماذا تخلصين بعدين بترك والفروخة حينتي نها ليس بترك والفروخة انت بكلرت فرفر على فروخة هاي ولقصة ما تكون هني قصة لان شفت تكون دقصة عقم الحبالة الصغيرة الاغابها عثر حد أن تكسفيها القد وتقوين بأد وتسوين هادي أقدر أقصي وأركبه برتان يليك هاي الخيط مكسره مو بمشكلة بتقصيه هاي بقصة ماركبه يعني هنزين يا ضراوين اهنا كل مقص هاي وهذا الخيط بعد كيف تسوينا ولاها جاهز مثل الفروحة بس يكون أغلب أغلب شوي هاي عشان تركبه هاي 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 وأيام البرد بعد ما يبسون قحافي الوالده خاصة ليها نبسون يبسون قحافي هاي كروتي هاي 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 ألو مرحبا السلام عليكم عليكم السلام الرحمة أمن معي أحمد أمن معي أحمد 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 إش حالك أحمد الله يسلمك تتابعنا دايما إي نعم ما شاء الله برنامجكم جميل ما شاء الله تسلم أحمد أنزين أحمد كلمة بمعنى اعتادة على فعل معين اعتادة على فعل معين ضراء اتعود ضراء ولا اتعود بس كلمة بالله جلمح ضراء 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 و ألف مبروك يا أحمد بس معالم قسيمة مستريات بقيمة 500 درهم من 2XL زاد ألف درهم نقدا مبروك يا أحمد وناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم ورحمة الله عيكم السلام ورحمة أش حالك عدنان بخير طاب حالك أخباره لليمن والله الحمد لله من وين تكلمنا من اليمن عدنان من صنعاء من صنعاء من العاصمة أيها تتابعنا دايما عدنان أتابعنا دايما أكيد من شاركة هذه أنا رائدة في الإعلامة العربي يا السلام عليك عدنان تعرف هذه شو شو يسمونا اليوم ساعة نحن نتكلم عنها قحفية قحفية نعم متأكد إن شاء الله يا رب وفست معنا بألف درهم مبروك يا عدنان وناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم وجيه إيش حالك وجيه أيوة الحمد لله أخبارك اللهم أنت بخير الحمد لله وأنت بصحة وسلامة شو معلوماتك التراثية الإماراتية وجيه معقولة الحمد لله معقولة أنزين إذا في شخص قال إن أنا أبي أنام أو أنا نعسان شو يقول باللهجة المحلية طب يدين أرقاد يعني كيف أبقي رقاد 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 لا طب يديني مونف السادين نودان نوزان نوران أيوة شوفي حاجة يالي يا وجيه عطاتك خيارات يا وجيه خليهم اثنين خليهم اثنين كيف نودان نوزان نوران نزل نوزان نوزان وجيه متأكد إن شاء الله أرقكم اثنين إن شاء الله خلي استوقيتك يا وجيه طبعا الإجابة غلط يا وجيه ناخذ التصال ثاني حظ أوفر يا وجيه تصل المرة ليايا إن شاء الله بتفوز ناخذ التصال ثاني ونقول ألو الحين معنا معنا فاصل الوالد مسعيد طبعا أشكر لت هذه المعلومات القيمة عن صناعة القحافي هاي نحطي هاذ هاذي شو؟ هاي مثلا الأثمد هذا هاي لا حيا الله شي يعني تسوي أي شي عشان تلبسين فيه عشان تلبسي فيه اللف عشان تلمين الوالدة صح؟ هاي عشان تلمين بدل الأبرى بدل الأبرى شو بي هاي حين تربطينا وتربطينا هاي حلو الله يعطيك الوالدة مسعيد طبعا هذا الشكل النهاي للقحفية اللي كانوا يلبسونها قبل وهم صغار وأيام اللعيات صح الوالدة؟ أي أيام أي وقت أي وقت عادي من مشكلة يعطيت الوالدة مسعيد يلبسوها بأي وقت يعني أي وقت حلوة هذه يعطيت العافية الوالدة مسعيد تسلمين على هذه المعلومات تسلمين يا رب مشاهدين معنا فاصل كصير ونرجع لكم خلكم ويانا الحيب أن نقول شغير إذن التريك هو المصباح ويشبه الفنار ويسمى أيضا النل ويقول الشاعر أنتو خكارا ملبقين في نارا والنل أنتو مع البغية الله خلق في العالمين أطوارا يا عالم الأسرار بالكل حياكم الله من جديد أنتو أيضا كنت تسير دروب وتنقل بضايع من وين لين وين وشو من السياير وهل كنت عن البداية بديت سايق ولا معيوني أول شي لا والله بديت سايق سايق أول شي هاي هاي اللهم صلي على محمد واني محمد قال عمرك نحا بدينا أسواك هاي دري ولية أول شي أول شي وسيارتي روحي شي قل سيارتك روحك عريبي اشتريتها من عمي من عند عمي هاي عريبي ناس يسيرون وتكدشون شما سيار بيتفورت عريبي بيتفورت اي شو سمونا عريبي عريبي وحد بيتفورت بالانجليزي سمونا بيتفورت يعني بادي فورت هاي في فورت وفي بادي فورت هاي هاي سمونا بادي فورت بس نحنا بلهجتنا المحلي سمونا عريبي ليش سمتوا عريبي لأن المصري سمونا عربية فادي سمتون عريبي هاي سمي عريبي نزيد نزيد فانسير الباطنة ودورتلي معاون وحالي حال الناس في عمر الثمانة عشر سبات عشر يعطونا الليسن قبل يعطونا ورقام كل شي أرقام الشارجة على السيارة كانت طبعا أرقام الشارجة بلادي قال عمرك نسير عمارة حباي لا هنت لك الله خير عمارة حباي هناك نوقف في ثلاثة ماك في دبي عمارة حباي والصبخة وبندر طالب وبندر طالب طالب هاده وين مكان في دبي في دبي وين هي تصبخة تندل الصبخة تمشي شوي ايك عمارة حباي هناك ننزل الفواكه الموج والهمبة واللومي واللوج والزيتون وين الحين سوق الدوة لا بالله دبي حين تغيرت غيرت وبندر طالب شفت العبرات العبرات هي هاي بندر طالب وين دي وان الحاكم بس بر هذا بر هذا البر هذا نوقف هناك ونقول لوكيل ترى نحن دولنا عبرية نعم نحن لسن تحت السيارة تحت السيارة تحت السيارة نيرس تستضلون هاي تحت السيارة والله ما يستوى يوم يومين ولا شغلنا جهز قال ها جهزين تراكم نقول لكم ثلاثمية وخمسين ثلاثمية وخمسين شو؟ ربية ربية هاي وانا ليه في المية خمس من كل أمية ربية خمس خمس هاي الوكيل هو ما يسير يانا هذا الوكيل شو يعني هو اللي وزع للمهمات يعني سمسار سمسار دلال يعني دلال نحن سميه الوكيل حبلنا العبرية العصر ساعة أربع العصر مرة وهان زرينا وين نبال شارجة ين تحت الرولا أذدنا المغرب ظاهر مدبي مت انت؟ العصر ساعة أربع وصلت الشارجة المغرب ومغرب درب ما شي قبل الله والدروب ما شي حتى شارع الرولا هذي رمولوا رمول هنا بالسيكل ما رم نمشي اللي لندروبر وولي لبيدفورت هاي يانا هنا مرة وتعشوا ما تعشوا العبرية الموجود اللي عندهم وصلوا للمغرب وهان عنا معاول عنده بيب بيب يستعمل حق شي يبطل الويل وينبه العبرية دق على البودية مرتين زراء طاق 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 عرفوك العبرية ان السيارة بتتحرك كل واحد زقر على الثاني مرة وركبه ومشينا هاي الخضار عادي هاي يانا ادان العشاء تلة التلة وين رحمانية تسعة عاليا نعم بعد رحمانية قبل رحمانية تسعة بشوي هاي قدان العشاء نزلوا لعبرية صلاة قبل صلاة نزلوا وصلوا لعشاء عينوا خير مشينا دق المعاون على البودية تاق 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 رقبو مزين احا سرق مشينا يانا طوي راشد طوي راشد طوي راشد ساعة وعشر فالليل فالليل عيننا خير نزلنا شربنا الشر predictable كملت كملنا يانا طوي قال ساعة واحد ونص مشينا يينا الذايد ساعة انتي فالليل انت بادي يومك اي ساعة 4 العصر 4 العصر لو انت بادي من الصبح لكن قيلت لنا 4 العصر يا طويل عمر ينا قهوة شيخ خالب السلطان الله يرحمه عندي قهوة في الدين ودعم في الريال هذا شميمي والله مرة عشرين عنده وناكو بيتنا لأربع وربع أربع ونص أذن واحد من العبرية الله أكبر قام وصله ومشينا ينا فيلي ساعة 11 مشينا ينا ودي قور ينا والي صلان ودي قور ينا النصلة دخلنا على المنائي ينا حويلات إذان المغرب حويلات إذان المغرب ينا صلوا الجماعة عينوا الخير شفنا الدريا وليلا قم عابل السيارة شاف الآيل شاف المجيزين وشاف السيايل وشاف القريز وهذا أرباب خلاص أول أول السيايل ما يعولن أبداً متقارة طائح يمشي عادي لندروبر خذلي عنكم كوي أقفنات والله متقارة طائح ويصعد حل ما في بريكر لا خليك زيهم ما دشيت على المرمس هذا كلم على العرب الحيث هو مثلنا نحن مقرب بطيب نمشي ونتر زيهم زيهم ينوح ويلات هناك مرة هاو بيتنا والفجر ساعة أربعة سرينا وين نبغي أسود هاي في علم عندهم طيب يعني من ارتفع العلم أنتوا تكون موجود إذا نزل العلم وقف أي مكان ليش لأن هذا علم يقول لك ممنوع خلاص طيب ندام العلم نازل أنت مدش للعلم ارتفع دش نعم إذا نمغار بالعلم ينزلونه أنت أي مكان وقف نعم يعني الفجر مرة هناك بلد يدامنا ستة سبع سيائر قبلنا بشرب قهوة شوي لا شرب مرة براحك ولا مستعيل لا لا ما بيستعيل بي أنا بسمعك نزين عادي هناك شو تسوون أنت ومعنك عبرين زين هم ينزلون حمالهم ويحملون حمالهم وغير لازم يشوفون البودي نعم العمال هناك الحرس اللي عندهم مطارزية لازم يشوفون البودي قاعة السيارة ليش كان أول حكم سيد سعيد اللي يرحمه نعم وفيه إجراءات يعني إجراءات تشدد هي لازم يشوفون أي شيء حادي آيب شيء ولا شيء هادي تريد راولين ينغلبون نزين وعقب عبرين حموله حمال لكان تعالي أنت محمر سمنت نعم ولا مربع ولا غير هم ينزلون تحمل روحكم نعم لكن دري وليه إخوان صحيح صحيح وربع وأهل الكواح يساعد يحملون سياسي وروح يفازعون بعض يفازعون بعض صحيح صحيح ومش هنا ينا بلايده وقيلنا وهاء وليح هل نسري ونح نسري ونزل عبرية ونزل عبرية وفيه إيئتنا عاد وقفنا ها قلق كم القهوات كم القهوات ها 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 إنزل الزيق هي ينا غليعوهي غليعوهي هي هناك عاد يمينك العبرية ليه عند همبة ولي عنده موزو لي عنده على طب ولي عنده لوزو وهذا حملوا حملهوا مئتين وخمسين النول تريب كامل مئتون وخمسين تريب كامل مئتين وخمسين مئتون وخمسين من الشارجة من فلي عوهي من باطنة من الباطنة إلى عمارة حباي إلى دبي إلى دبي 250 ويسد عاد ديزل أول ما شي بترول 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 لك تترس سيارتك ب 10 ربيات 15 ربيات 10 ربيات تانك العود هذي هي القلن 4 رتل 4 لترب ربية ابو إبراهيم أنا ودي أكمل وياك سوال فلا يومي منك سامح لي أنا ما رمزت نزيل أنت مستعيل دومك مستعيلة لا لا مستعيل أنا و الله عبد المأمور يا إبراهيم أمرة ثاني إن شاء الله طول عمرك لا و أنت منه و فينا يا إبراهيم وساكل الله خير أستهل السنوائي خليك خليك فرّف فاصل صغير و برد إن شاء الله نكمل وكرا على الله رجعنا لكم مشاهدين من بعد أحمد و الحين أحمد ياي ورجعنا للدكتور نجيب مساك الله بالخير دكتور مرماني ونزيل ما طيح على ويه بسبباتك نزيل ويتبعد ساير مع الكتاب؟ هي لازم خلاص خلاص نطمت من الدكتور أنا موشي نتكلم شوي عن الكتاب هذا أكثر دكتور كيف شفت الأقبال أقبال الناس عليه وعلى مثلا شراء مثل هذه الكتب التراثية وخاصة اللي تتضمن الغاز الشعبية وغيرها صحيح صدقيني إن هذا الكتاب انطبع هذه الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة موشان نعم انطبع أول مرة من خلال اتحاد كتاب ودبال المرات وانطبع من خلال مركز زايد للتراث في العين نعم وهذه الطبعة الثالثة من خلال مؤسستي أنا المسار للدراسات الاقتصادية والنشر والأقبال كبير على هذا الكتاب دليل على أن جيل اليوم متعطش لأن يتعرف على ماضي وتاريخ أجداد وأهله وتاريخ المجتمع وتحس أن هناك في فئة معينة تحب مثلا تشوف مثل هذه الكتب ولا لا جميع الفئة لا والله يحبون حتى أنا دليل عندي أنا بنتي طفلة صغيرة لكنه يتابع وتقرأ الألغاز وتشارك وتريد أن تقدم المسابقات دائما ماشا الله وتعقيهم ألغاز شعبي ماشا الله في ألغاز جميلة محمد عندك اتصال ولا اتصالين ماشا الله عندنا يا ريان لغز يا رياني بشوي اللعب قولي عشان الدكتور يشرحه شو اللغز لا ما لا عليش عليه 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 فلوس هذا شو يشرحه دلاله عليه فلوسي عليه فلوسي إذا عندك اتصالي عطا حمده ما عندك خلاص برأيه دكتور الآن يمكن نحن نتكلمنا عن نفس الشي هذا داك اليوم في الأمثال لكن بعد الألغاز الآن ما نسمع ألغاز ما عندنا حد يسوي ألغاز الألغاز قلت الألغاز يعني حتى الغازنا أول بعد فيها تربية فيها معاني فيها مفردات فيها شي يعني يعني سنع حتى حتى يربي ما نسمع الآن تدري أن أولا هي الغاز هذه تعتبر جزء من الألعاب لأنها تعتمد على الذكاء والفطنة وسرعة البديهة صحيح صحيح ليتميزون بها أبناء الإمارات في فترة زمنية معينة نعم وكانت تأخذ حلقات طبعا لأن خاصة بالليل الناس كانوا قبل ما في كهرباء سمار ويخافون مشي تلفونات ويخافون قبل على ساسنا بالليل يطلعون بالليل لا يقعدون ويكون في نوع من التباري قبل ما كانوا يتبارون بالشعر كانوا يتبارون أيضا بالالغاز الشعري بالالغاز نعم ولذلك يعني دائما في تنمية لذكاء الطفل لأن الوسائل مثل ما أشرنا بأنه ما كانت وسائل حديثة وما كان في شيء تلفزيونات ولا إنترنت ولا ما شبه ذلك تأخذهم الأشياء عن مثل هذه الحلقات لذلك الكل يحرص على الترابط واليمعة الطيبة سواء بين البنات أو بين الأولاد سواء على صعيد الأسرة أو على صعيد الحارة والفريج لذلك دائما للغاز وفي ألغاز تعتمد على مثل ما تقول على الرقم وفي بعض الألغاز اللي تعتمد على الذكاء والفطنة نحن عندنا اتصال حليلة محمد والله مخرجني ما أخلى شيء في خاطري فلنان محمد عندنا اتصال يا محمد ما عندك ما عندك يا محمد صفاء من الشارجة مرحبا يا صفاء مرحبتين سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شايف حالك كل عام ونتم بخير الحمد لله خير الله يسلم يا صفاء صدق من الشارج انت؟ اه نعم بسم الله انت من وين أصلا؟ من مصر من مصر مقيمة في الشارجة ايوه طيب بسألت لغز ان شاء الله يكون سهل تحييتنا لدكتور لا سهل سهل تسلم عليك دكتور صفاء الله يسلم شو بعض وهذا اللغز من عندك الدكتور يا ربي يكون سهل الله يساعدنا الله يساعد يقول لك قبة خضرة وداخلها عبيد الحكم حكم الله ومفتاحها حديد البطيخة 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 البطيخة؟ على طوال قلت البطيخة ماذا؟ بطيخة بعد ما بطيخة بطيخة يلا تمكن هذا دكتور هذا دليل على ان حتى العرب الموجودين هنا في يعني طالع هذي من جمهورية مصر الشقيقة نعم نعم وعايش سيد عرفته دليل على انهم متعطشين ايضا ان يتعرفون على هذه التقافات نعم وبدوا يستمزجون نعم ويتابعون هذه البرامج اللي ايضا تنمي فيهم روح الوعي وليس بدافع بدافع مادية في حسب وانما يعني ان في حوافز مادية نعم ولكن ايضا اه في متابعة صحيح الاقبال ايضا على هذا الكتاب لان او على كل كتب التراف الحقيقة نجد في اقبال طيب يعني من قبل شرائح وناخذ اتصال ثاني دكتور ونقول ريم مسات الله بالخير ريم مساء النور كيف حالك كل عام انتو بخير وانتو بصحة بسلامة تبين مثل ريم لان نشوف احمد ياس يدوم مثل اسمري اعطيها اعطيها المثل هذا بس يكون سهل سهل لا لا تطورت لتش لغز انزيل تمام بتدعيني ريم طبعا جوابه الف درهم ايه عرفت اي واحد عشر ايه شو الشي اللي مهما تنفي الثلاجة ما يبرد يا السلام سهل هذا سهل شو هو شو اختيارات لا ماش اختيارات لا ماش اختيارات لو فكرت ايه انا هالكتاب موجود عندنا خلاص ماش اختيارات انا خفت عطيها اعطيها اختيارات اخلب يساعدنا واحمد يساعدنا يلا يلا نظيف انا المخرج قالي لو شعك صاحب الغاز المخرج زعلان علي هو سهل لو هي فكرت في سي يعني ويقول لك هو لو تم في الثلاجة ما يبرد ما يبرد يتم حار شو شو الخيارات هو اكل يلا نوع من انواع الطعام طيب اعطيني خيارات وقتها يا محمد خمس ثواني خمس ثواني يلا يلا ماش الخيارات والله ايه شنه جوابه الف سد حيلت بي شن خيارات انتهى وقتك شريم انا اخذ اتصال ثاني ونقول مع احمد يلا عدنا اتصال مرحبه يا محمد اسأله ما هذا السؤال هيه هيه اللي مرحبه يا امنة امنة السلام عليكم مرحبا بوي عليكم السلام امنة قصر على صوت التلفزيون ايه لا قصر على صوت التلفزيون قفيتني خلاص انزعين امنة شو الشي اللي مهما تم في الثلاجة مهما تم في الثلاجة ما يبرد انت اسأله سؤال تراثي سؤال تراثي لا يلغز لا يلغز بالالغة لا نحن نحن نبغي تحلين اللغز هذا شو اللي يحطونه دائما في الثلاجة في اشياء كثير يحطونه في الثلاجة لكنه في اشياء معظم الاشياء تبرد لكن هذا الشي وحيد اللي تم حار ما نعطيش خيارات حالك حال الناس عرفتي لبزار لا يحطونه في الثلاجة لا لبزار وعندها بعض شيء تالي لإجابة ودتي محمد كم تم الآمنة والله يا دكتور الالغاز هادي انت اليوم تمام الثلج الثلج وما يبرد ترى الثلج يا آمنة الثلج يكون ما وبعدين يغني سلج يبرد الثلج سامحين عطنا تصالي محمد لا شكرا بنزيد الجائزة بناخد تصال ثاني ونقول ألو الكنسول المفروض من النذير بنعطي قلب درهم وعاشي بتصبلك بترول ببلاش ومعانا هزاع هزاع عش حالك علينا بسلام عش حالك هزاع كم عمرك هزاع سبعة سبعة سنين أمنوك قاعد وياك خالي خالك سلم على خالك وقول له شو الشي اللي إذا تم في الثلاجة وما يبرد مهما تم في الثلاجة ما يبرد هذا وجه الدامج هي هي عرفت الجواب شاطرة أحنا بده ما تقوله تحملي تقولي عطوني خيارات لا ماشي خيارات ماشي خيارات مول عشب جواري هزاع سلم على خالك وقول لهم عطونا خيارات كم تم لي يا محمد كم تم لي خمس ثواني يمكن خمسة وقتك يهزاع عطنا لتصال عطنا لتصال هذا اللغز معنا لغز بسيط وانت بعد تقول لهم يعني أنا فيه يلا بنقرب عطنا لتصال آخر لتصال ولا من عندك آمنة مرحبا يا آمنة مرحبين مرحبا بوي هذا أول مرة تكلمين آمنة ولا كلمتين قبل أول مرة مزين آمنة اللغز شي مهما تم في الثلاجة ما يبرد الفلفل الفلفل سلام عليك يا آمنة سلام عليك ألف درهم تستهلين ألف مفروف لآمنة تراها دمون الواحد الواحد له شوي يركز لو ركزت في أي قداية أي وحدة منهم أو أي واحد عندكم اتصالات شباب ولكن فيه فلفل بارد فيه فلفل حار لنخسركم بعد زيادة يا ريال ما نخسركم بعد دكتور يعني الرد لنفس الشي هذا الكتب هذه نحن نفتقر لها للأسف في دولة الإمارات يعني هناك محاولات وعذرني في هذا الكلم محاولات فردية وبعض المحاولات محاولات خجولة يعني مثلا الكتاب هذا انت خده من عندك السفير الياباني نعم طيب هل ترجم إلى اليابانية لا ليش يعني مثل دكتور مثلا نجيب النجيب الشامسي أنا ما أنا شهادتي في الدكتور مجروحة لأن دكتور أستاذنا ويعرفنا لكن يعني حضرت أستاذ خميس إسماعيل أيضا موجود في دبي ما شاء الله عليه يعني هذه الكتب ليش ما تترجم ليش ما تترجم إلى لغات ثانية نحن نتمنى أن تكونها في ونحن دولة عالمية نحن نتمنى أن تكونها في جهة تحادية وأنا كنت دائما أطالب وأكتب أيضا بأن تكون لدينا وزارة للثخافة والتراث أو وزارة التراث القومي أو الوطني لأن مثل هذه الجهود هي جهود فردية ممكن أيضا مهما اجتهد الشخص ممكن يكون يخطأ وارد الخطأ عندنا لكن حينما نجتمع مجموعة من الباحثين والمعنيين بالتراث بأجيال مختلفة ونضع منهجية معينة هناك من يجمع وهناك من يحلل وهناك من يصنف وهناك من يقدم ولما تلتقي وزارة أو وسائل إعلام المختلفة لتقدم هذه البرامج لتعطي جرعات ثقافية تراثية مستمدة من ماضينا الجميل الرائع لنعكس الصورة الحضارية اللي كان عاشها عاشوها أجدادنا وأبائنا من الأجيال الماضية هنا يعني نبرز شخصية المجتمع لذلك الجهود للآن هي جهود مبعثرة وللأسف أن أحياناً تدخل أسماء وناس يدخلون يقدمون نفسهم أنهم معنيين بالتراث وهم في الواقع ليس لهم علاقة بموروثها قد يتم تشويه التراث بشكل آخر صحيح لكن حينما تكون هناك في جهات مختلفة تحت مظلة وزارة الثقافة أو وزارة التراث القومي مثل بقية الدول العالم تكون هناك في وزارة مختصة بالتراث مختصة لأن هناك في الشعر الشعبية في الأغاني الشعبية في الموسيقى نحن نتمنى تكون لدينا موسيقى شعبية الآن موسيقى سيمفونية مثل ما يحدث الكويت يعني أنا بعد عيبتني دعوة الدكتور نجيب أننا مثل ما أوصوا أوصت الحكومة الرشيدة نكون هذا هو عام الابتكار ليش ما يكون العام القادم عام التراث بفعل صحيح والله نتمنى أن الدعوة هذه توصل نعم دكتور نجيب استفدنا جدا واستانسنا وايد وياك ونتمنى أنك تكون استانست وياهني في الستوديو أنا حقيقة جدا جدا سعيد أنا قلت لك بهذا المفردات الموجودة اللي حواليه بهذا اللقاء الجميل بهذا الفرصة اللي وتيحت لي لأن ألتقي بجمهور تلفزيون الشارقة هذا التلفزيون المتميز بهويته وبشخصيته وبالمناسبة هذه أهني قيادتنا رشيدة بمناسبة العيد كلها بضعة أيام ويأتي العيد نبارك لهم بالشهر الفضيل وبالعيد الجميل الرائع وإن شاء الله تكون دائما أيامنا أعياد على دولة الإمارات سنستمده إياك الله يواليك صحة العالم شكرا دكتور ناجيب الشمسي نروحي شحفان نروحي شحفان وكل على الله قم سر عندهم مك وقل لها حطينا موز حطي تفطاح حطي برتغال حطي حلوة من جميع الفواك والحاجات اللي عندها ومكلنا مونة كلها حطوها ما تسير منوعدان حلا عاجبا حتى من بلال الله يطوّل عمرك أخويا شحفان حفا الله يزيك خير ما تقصر دومك كريم واجب هذا يا ريال الحمد لله خير الله كثير الله يطوّل عمرك ليش أنت بيخل على عمارنا يا بلال الله يزيدك من نعمزين حفا عليك الدنيا شو فيها ما فيها إلا الخير فضل فوالة بوجه بلال نعم فضل بياه قربوا كلها فارج قدامك هذا يا بلال ها 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 ايه ايه طبرة تهنّة 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 مش حقق بكلّك هذا حمرك يا أخويا أنا مغرين لا 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 هذا شيء واجب الله يهديك أفعليك هذا شيء واجب تهنّة 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 الله ايه نعم اخوش تمره يا ايه نعم تهنّة فرض هذا ايه هذا من العين يا بينا الله يزيك ايه طبرة كل 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 هبش هبش لا 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 حسنت حسنت شباعة هبش أب لا لا شباعة الله يطوّل عمرك هبش الخير وايد الله الله يطوّل عمرك شباعة ايه شباعة مشاهدينة شبكم إن شاء الله بداية الاسبوع الياء يوم الأحد لا بات رجوان ما تعرفين بتداوم أنت بحب أحمد لا لا تحملوا على العمرك ما الله يحبطكم فمالله سياسي دائم الله ناد المنادي عبد الله سياسي دايم الله موسيقى موسيقى موسيقى